السلام ان شاء الله كم تكونوا بخير وصحبتكم تكون لباس وفوت النهار مليح يا ربي يا اول مرة يدخل القناة نقولوك يا اهلين ويا سهلين ومرحبا بكم معنا اما احبو باتي نقولكم راكم ديما منورين وراكم ديما ايجابيين احبكم ومشكرين على الحضور والدعم انتاكم اليوم راح يكون اول روتين بعد رمضان وان شاء الله اخر روتين في الحجر الصحي اصدقوا ان شاء الله يمكن ان نعرفوا اني توايغ سلت لمعهان مانا بخير ونحكي لكم اعكام الصباح والتقفاض ودار احدى لمعهان هاته كما تعرفوا لمعهان انت غدو بهم نفطروا بهم انتاشى بهم ديما يعني رمضان خاطيهم سكن لا لمعهان ديما 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 المهم بعد ما كملت سايم على العشية كما تعرفوا ما عندنا وينو سايرا حرامضان مع الحجرنا غير في الدار قلت على همال انشي بليس ونجيب الكارتاب لهذا كتع البيسي المغبون اللي يظهر المرمض مطايش ونجيب المذكرة التاعي ونطلع شوي عليها كيما على بالكم موش كما تطلوا موش كما تغفلوا عليها على الاقل يعني يكون يتنحى الحجر الصحي ولا ما على بالي شكها على الاقل نكون بديت فكرة ونكون كملت والمهم بديت فكرة المهم بعدها اختي سخفتها لازانيا هزيت لازانيا هذيكو بقيت نقرة قلت له لازم اخي مكتوب فيها بستة سدور تجاج قلت له بابا جيب لي تجاج قلت له استة سدور تجاج قلت له شوف يا راني قاعد نسمع في واحد صوت جاي من الجهة التاعكة بصح ما فهمش وش قاعد تهضري قلت له صاي طرشت مانيش نسمع قتلني بالضحك قتلني بالضحك قلت له يا راكي تحكي مني تكن جيبك ستة سدور تجاج بجديرهم لي في لازانيا قلت له والله يا اختي صغيرة هي اخفت عليهم انا خاطيني انا غير قاعدة ندير لكم المهم مسكينة لحجاب لي غير هذا وشجاب لي قلت له انسى ستة سدور في منامك المهم بعد ما جاب لي بديت مكتوبة انا اللي هنا قاعدتها بتجاج يعني هي مكتوبة بتجاج وكل يحب يديرها بالحمر كل واحد يديرها يعني حتى بتجاج تبنينا بزاف ننصحكم انكم جربوها بطريقة هذه راح تعجبكم المهم جبت تصدور تجاج كما راكم تشوفوه وما تبلتهم موالو قصيتهم مرسل وحطيتهم به يعني يجيوهم حمار كيف ينضح طرف 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 وحضرت الهنا زوز حبات بصلة ليس كبار بزاف ومشي صغار حضرت تماثم لسوس يعني رحيتها ولا ربيتها الهنا عندي تماثم بتاع البايت عندي شوية كوركم ثوم عندي ثوم عندي ملح عندي فلفل لكحل وفلفل حمار بعدها جبت المقلة تاعي وجبت الزيت كما راكم تشوفوه نحط يعني كمية عادية قصة تجاج اللي درتو قصة تجاج اللي درتو يكفيه زيت ولحت عليها مغرف صغيرة من الزبدة كما راكم تشوفوه بعدما ذابت الزبدة واغلت زيت هذيك حطيت تجاج حطيت البصلة حطيت الطماطم حطيت زيت بيس والدرسة كما يقولون لا بريش من جهة يقولون الدرسة حطيت الدرسة والدوزان كامل ونحطتهم يتقللون مع بعضهم يعني انتي قادرة تقلل البصلة تجاج كما تحبي انا حطيت كل ما مع بعضهم ما كسرت راسي ما نحناش في رمضان ميه و الله هيا جات بنينة بنينة بزاف و سيوها ما كم شرح تندمو يعني راح تحمر لكم ووجهكم بعدها هنا كما راكم تشوفو راهي بدات الطيب وراني شوفوا البصلة يعني هي اللي كانت اللوطانية شوفوا بدات تذبال يعني مش يتتحرق كيشت البصلة هذي كبدا تذبال والتي بقيت نخلط فيها هنا جبت المول تاعي جبت الزيت وبقيت ندهم فيه انا درت في المول هذا الكبير كما تعرفو الله يبارك حنا دار عائلة يعني كي تكونوا فيه عائلة صغيرة غير ثلاث اشخاص تقدروا تديروا المول الصغير يعني راح يكفيكم ويوفيكم هذا يعني كفانة وبالفاضل وبالزيادة يعني ميه هذا كهو اللي هنا شوفو جبت الماء سخون غليتوا مليح لحت فيه الملح لحت فيه الفيفل الكحل ولحت فيه جنبو كما شوتو بحكي طيب النا لزانيا تاعنا العجين تاعنا يعني يجي متبل ويجي ابنين اللي هنا كي ما راكم تشوفو لحتو عادي الهنا غير سيسوه بهم يدقطع لكم شرهو ما يلفق ما والو امي انتو ما سيسوه وديروا حسابكم حاولوا انكم كي تنحيوه ما تخليهوش متراكم بزاف يعني اذا تحبوه طيبه غير بشوي يعني طيبي بالطبقات الطبقات اللي راح تحطيهم طيبهم نحي وزيدي طيبي الهنا جبت الملتع يعني بعد ما طعبوا لي وتشوفيها دخلها الطياب يعني في وسط هذه الورقة تشوفيها باللي راي طايبة ومشي هيك يابسة وتبقى كما راكم تشوفو يعني تلعب تروح هنا والهيت يعني صعي راهي طايبة حكمت حطيتها فرشتها في المل التاعي تحطيها بالطريقة هذي المهم نازم يتغطى انا في اللي ولدتها قصيتها ومباعد وليت ما قصيتها لانه جد قد قد يعني كما ما قصيتها تجي هذكهو بصرح التحت يعني كان المل شوي صغير على هذكه وكل ما يطلع المل راح يمشي وكشغل يوسع ما يبقىش هكه اصغير الهنا بعد ما طابلي اتجاج هذك وطماطم والبصلة شوفو يعني راهو متبل وكونوا منحكي لكم شعر راحة كيفة والله يجات بنينا بنينا ما شاء الله تاكلوها ما شاء الله روعة المهم بعد ما طابلي اتجاج ثاني حاولي كي طيب كي قاعدة تحركي يجي بفرشيتها وكي شغل هكه قصيه متخليهش يولي كوتل كوتل لازم يعني قصيه على قد ما تقدره بعدها ما حطيت يعني كوش من لازانيا حطيت كوش من تجاج هذا كل بصر اللي قليته وحطيت شوي فرماج كيما هذا وحطيت من شيدار يعني ما كانش عندي بزاف شيدار صراحة عندي غير هذي كتاع 14 ميل ولا دوز ميل ولا ما على بالي عندي بزاف انا مقضيتش عندي بزاف انا في الدار ملفك نكون في الجامعة نخرجانا نقضي على بالي بلي بريم ميضرك والله ما على بالي المهم قلت لكم حطيتها كشغل حطيت غير شوي ما كانش عندي شيدار من الصورات اه عوضش بالفرماج كما راكم تشوفو وبعدها جبت طبقه الثانية تاع اللازانيا حطيت على ثلاث طبقه انا وخطيتها وقلت لكم الهنا ما قسيت ما وعله الموله يشتكر الموله يكبر كل ما يمشي وليس يحتاج لازانيا اكثر المهم الهنا زيت تبقه واحده اخرى وحطيت شيدار هذا كامل يعني احتته في الطبقه هذي في يكنه كل ما يكون الفرماج بزاف كل ما يكون شدار بزاف كل ما يكون الججاج بزاف اما اذا درت الججاج لا عليك غير تبليه لديه طماطم الحبات وطماطم البيت يعني المصبرة وطبيعية بهكي يتقلى مع الفنون يجيك بنين كل ما يتقلى وكل ما تكثر يجيب بنين المهم هنا هنا زيت الطبقات ججاج المقلي ونضع الفرماج بارك وبعدها نضيف الطبقات لازانيا وهكا يعني نضيف كما تحبيه قدر ديها على طبقتين قدر ديها على ثلاثة كما تحبيه كل ما جاد طالعه وكل ما جاد في مول كبير كل ما رح تكفيكم خاصة كي تكونوا دار عائلة انا اللي هنا درتها يعني الى ثلاثة طبقات يعني ثلاثة حشوات طبقات اللولة لازانيا يعني ربع طبقات من لازانيا وثلاثة طبقات حشوة المهم اللي هنا كما راكم تشوفوا خدمت لصص بيش عمال هاذ تكتولات هيا البنات اللي راح تهضروه تكتولات هاذه ماهيش لصص بيش عمال يابسة ماهيش محلولة مليه كثرت فيها الفرماج على قد ما نقدر لانه انا نكره هكاك صراحة وذرك ندير لكم يعني فيديو عن قرب بها تشوفوها كيف هجات جات ما شاء الله جات بنينا ولصص بيش عمال هذي نكره كجي جارية هكاك انا عندي حساسية من الحليب وما نجملهاش انتو ما ديروا لصص بيش عمال اللي موارفين بيها انا درت غيرك استحليب وكثرت الفرماج وكما تعرفوا كل ما درتوا الفرماج بالزاف كل ما يبرد كل ما راح جي حاكمه شوفوا هواكي الفرماج يعني الدليل هواكي مهما وشذا بقاد يمرسوا هكا كبار وبيض وشوفوا يعني كيفا جات ملتحت تبقى تبقى هذي رايحة هذي جاية هذي طالعة هذي هابطة المهم اللي هنا ما تتحيروش جبتها على جاولت خالتي جبت قسمت له يعني كي جات حتمت عليها اني نجبدها ونمدلوه كما تعرفوا مع الحجر الصحي الوقت راح قلي قاتلي بارك يعني ما يشقاش حتى انت تتحمر كامل والكوزينيار كما تعرفوا كثر خيرها درتها بيها والتي تنحيت نحيت له طرف هذك ومبعد عودت رجعتها طابة تتحمرت لي مليح كما راكم تشوفوا اللي هنا راهي المرة الثانية يعني بعد ما زي ترديتها في عقلي وتتحمرت لي بهنجبتها نبه ناكل امي هو يعني مسكينك لها نص طياب كما اشتروا المرة الليلة امي قال لي جات ابنينة ابنينة بزاوكت له الحمدل الله كما غير قلت ابنينة اخي هما اي حاجة تديرها يقولوا لك اوه مجود مليحة نقصك قلت له شوفك عجب مهيش طايبة مليحة اوه لازم دي ما تديروها نقصة حاجة المهم اللي هنا تحلي كان عندي غير حبتع فراز الحبتع الفراز هذو كونية كلهم ومشكون كونية فراز بزاف عندي شوكولات عندي كلام شانتي واللي تفكرت قلت مادام فات رمضان ويعني غير الفراز غير حبات عليها ما نتفكر هم شو نقلش هم ونجيب لهم ريحت رمضان حنا التحليقين كلها غير في رمضان انت مسخر يا البنات المهم جبدت كوش شوكولات في المول هذا السيليكون كي ما راكم تشوفوا حطيتوا برد مليحة طلعت كلام شانتي كي ما شدوا حطيتها في البوشتاعي وحطيت غير شوي فراز كان عندي غير حبات بها ناكله كامل ونسبنه كامل ونسبنه كامل واللي تدركه بالطريقة هذي يعني راحي طريقة فعالة كي تكون عندك حاجة صغيرة غير تزيها في تحليا وفي لما راح تعجبهم وميحسوش بلي وحد كلا وحد مكلاش اللي هنه راحي يكفي يعني اكيد بطبيعة الحال راح يكفي في هذو تاع شوكولات صغار ورح يجيوا بنان بنان ما شاء الله بعد هزت عليهم ماكسو كي ما راكم شدتوا حطيت كرام شانتي حطيت الفراز حطيت ماكسو وزت عليهم كرام شانتي ونزيد نقفل بشوكولات هذي كلولا اللي ذوبتها يعني الفيديو راحو يوضح خلي نلتقط الانفستي لبالي بالليلة هواك كله راحلي وصوتي اليوم ما لباليش وش راح ساري ما نعفرح نمراض ولا نعصر ويدي فيها المهم ربي يجيب الخير وفراد اللي هنه يا حبيباتي كي ما يقولي بابا حبيباتي المهم حبيباتي يبو على العين والراس ونفرح خلاص كنحط لكم فيديو ونشوف لي كومنتر تعكم الباهين الدنيا وما فيها المهم اللي هنه قلت لكم شوفوا بعد يعني منحيتهم وعضيتهم جابت البنة ما شاء الله ما عندي ما راح نقول لكم يعني اشتا ما عندكمش الفراز قليل بزاف ديروا الطريقة هذية راح تجيبنيينه بزاف وراح تعجب العيلات تعكم بركوا بصلت لنهاية لا فيديو بلما نوصيكم متنسابش اذا عجبكم لا فيديو خليوا جاب وصلتوا للاخر وحطوا تعليق